رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لكضيبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي رفع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أحر التهنئة وتبريك إلى الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في انتحانات الثانوية العامة متمنيا لهم المجلس المزيد من التقدم والنجاح في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية وأن تكون المرحلة الجامعية زاخرة بالتقدم والتفوق وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تستمر الوزارة في خططها وبرامجها التطويرية لما فيه خير وصالح الطلبة ودعم مسيرة التنمية فيما عرض سعادة وزير التربية والتعليم تقريرا بشأن نتائج الدور الأول لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والثانوية الصناعية والإعدادية العامة للعام الدراسي 2017-2018 بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات بمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع التي تقررت في أعقاب الزيارات الميدانية التي كلف وزراء الخدمات بالقيام بها إلى القرى والمدن للوقوف على احتياجاتها واستكمال نواقصها من الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتحقق من تنفيذ ما تم التوجيه إليه وفق الجدول الزمني المعادي له وفي إطار ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير الطرق الداخلية وبنيتها التحتية في القرى وإعادة تأهيل الشوارع المؤدية لتلك القرى وفق جودة عالية لخدمة المواطنين فيها بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تفعيل الحملات الرقابية على الإعلانات في الشوارع وضمان التزامها بالضوابط والشروط المحددة لها وتجديد الإعلانات المنتهية الصلاحية في الشوارع من حيث مدة عرضها والتحقق من أن محتوى العرض يتناسب مع السرعة على الشارع وعدم تأثير أحجام الإعلانات على النواحي الجمالية أو تسببها في حجب الرؤية عن مستخدمي الشوارع والطرق وضمان أن تكون متماشية مع مستجدات العمل والسوق الإعلاني وشدأ سموه على ضرورة تفعيل اللجنة المشكلة من الجهات المعنية التي تختص بالنظر في تطبيق أحكام قانون تنظيم الإعلان وكلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك من جانب آخر فقد وجه مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة والاختصاص بحضر استيراد الفواكه والخضروات من ولاية كيرلا الهندية التي تفشى فيها فيروس نيبا إلى حين استقرار الوضع الوبائي هناك فيما اطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة سعادة وزيرة الصحة على الإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة للوقاية من الفيروس بما في ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات الرصد والمراقبة في المنافذ وفحص العينات البشرية والإجراءات والاستعدادات لبرنامج التقصي الوبائي من جهة أخرى وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة توفير البدائل والمولدات التي تنتج الطاقة للأهالي في حال انقطاع التيار الكهربائي في مناطقهم لتجنيبهم أي مضايقات خاصة في فصل الصيف وفي هذا الشهر الفضيل وانتتخذ كافة الإجراءات الفعالة التي تكفل عودة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن فيما طمأنا سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بأن هيئة الكهرباء والماء لا تألو جهدا في توفير خدمة الكهرباء والماء إلى جميع مناطق البحرين وأن بعض الانقطاعات النادرة التي هي خارجة عن سيطرة الهيئة يتم التعامل معها في أوقات قصيرة وقياسية بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية بإعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية تصل إلى عشر سنوات فقد عرض معالي وزير الداخلية مشروع قرار يعدل بعض أحكام القرار رقم 74 لسنة 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الذي يزيد مدة رخصة الإقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية من سنتين كما هو معمول به حاليا إلى مدة تصل إلى عشر سنوات ويمكن تجديدها لمدة مماثلة ويمنح القرار المستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية رخصة إقامة مدتها سنتان برسم قدره 200 دينار كما يمنحهم رخصة إقامة مدتها خمس سنوات برسم قدره 400 دينار فيما يمكن الحصول على رخصة إقامة مدتها عشر سنوات برسم يبلغ 600 دينار بحريني ثانيا تخفيفا للعبئة على الطلاب الدارسين في معهد البحرين للتدريب وحفظا لحقوقهم فقد قرر مجلس الوزراء وفي ضوء ما عرضه سعادة وزير التربية والتعليم أن تحتسب الرسوم على الطالب الدارس في المعهد المذكور على مستوى المقرر الواحد بدلا من احتسابها على السنة التدريبية الكاملة وفي حال رسوم المتدرب في أحد المقررات لا يترتب عليه دفع الرسوم السنوية كاملة مثل ما هو معمول به الآن وقرر المجلس في ضوء ما تقدم الموافقة على رسوم الخدمات ورسوم البرامج التدريبية النظامية بمعهد البحرين للتدريب والمشاري إليها في مذكرة وزير التربية والتعليم وهذه الرسوم تندرج تحت فئتين الأولى رسوم خدمات وتشمل القبول والتسجيل ورسوم خدمات مركز مصادر التعلم ورسوم خدمات قسم الإرشاد المهني والتوجيه والفئة الثانية رسوم البرامج التدريبية وهي رسوم السنوية للبرامج التدريبية ورسوم الساعات المعتمدة ثالثا حرصا على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم ومنظماته فقد كلف مجلس الوزراء كافة الوزرات والجهات المعنية إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل تعظيم الاستفادة منها تجاريا واقتصاديا وسياسيا والانتقال إلى مرحلة أكثر تميزا من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وقد وافق مجلس الوزراء على تصنيف وتبويب الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم تبعا لجهة التنفيذ وحل المجلس هذه التصنيفات والتبويبات للاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى 21 وزارة وجهة حكومية معنية وكلفها المجلس بالوقوف على وضعية تنفيذ تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية المذكورة رابعا وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2017 وقرر إحالته إلى سلطة التشريعية ويشير الحساب الختمي الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية إلى إجمالي الأصول لحساب احتياطي الأجيال وعوائده الاستثمارية والمساهمات النفطية فيه وقد أظهر الحساب الختمي أن هذه هي أول سنة تزيد فيها قيمة الإيرادات لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن قيمة المساهمات النفطية فيه حيث رحب المجلس بما تحقق من إنجاز على صعيد النمو المستمر في قيمة الأصول وعدم تراجع قيمتها خامسا بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية تهدف إلى تبادل التعاون الأمني والتنسيق في مكافحة الإرهاب وتمويله والتي عرضها معالي وزير الداخلية حيث قرر المجلس إحالتها إلى لجنة الوزرية للشؤون القانونية سادسا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الإعلانات المعاد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر